شرايح لزانيا نص كيلو لحمة مفرومة أريد بصلة مفرومة كوبايتين عصير طماطم معلقتين معجون سلسط طماطم وزيت ومعلقة رحان مجفف وملح وفلفل كل هذا اللي فاد في معادة الشرايح دي مقادير اللحمة المفرومة طيب البشامال مقاديره ايه؟ معلقتين دقيق ومعلقتين زبدة دايماً دايماً عندما نعمل بشامال دقيق يبقى قد الزبدة لتر لبن رشة جسط طيب ملح وفلفل وعايزين جبنة مشكلة تحطة على السطح ممكن تحطوه موزلالة فرمجان اي نوع نوع جبنة التي تحبوها تشدر تشدر تحبوه نوع جبنة ايه وحطوه على طول يلا نبتدي بقى بالبولونيز هنعمل ايه؟ هاجي هنا وهسخن التاسة الغويتة اللي عندي دي كويس جداً بعد ما بسخنها سننزل بها اللحمة المفرومة من غير أن أضع زيت ولا سمنة ولا زبدة لماذا أفعل ذلك؟ لا أستطيع أن أضع البصر وضع اللحمة المفرومة؟ لا نضع اللحمة المفرومة تأخذ رائحة اللاسعة على النار لكي يطلع طعم البولونيز جميل تقليبة ونسيب تقليبة ونسيب وبعدين على النار وهي شغالة بعد ما أخذت اللاسعة سأضع معلقة الزيت وهذه اللحمة لم تكن دسمة لن أقل أن أضع معلقة الزيت عادي لأنها لو اللحمة دسمة لا أستطيع أن أضع دهون تقليبة أين سيتشوّح البصل؟ عندما يتحول اللحمة إلى اللون الجري الذي بدأ يظهر ولكن أريد أن كل اللحمة تكون هذا اللون ننتهز الفرصة ونفعل البشاميل في نفس الوقت هل سأفعل؟ سأأتي هنا سأضع دراجة حرارة الحلة متوسطة وأضع المضرب مضرب السيليكون لكي لا تجرح الحلة ستين ستيلة ينفع استخدم المضرب السيليكون أضع الزبدة وسأقلب اللحمة المفرومة تقليبة أضع الزبدة والزبدة ومشأت ممكن أن نستغل الفرصة يمكن أن نقوم بفرصة إليها من الملح وفرصة من الفلفل الأسود على الأحمل المفرومة هنا يجب أن الزبدة تتسيح أريد أن تتسيح كذلك نريد أن نفعل بشاميل نقطة مهمة لو군نا أن سنج لذنانيا ، يجب أن يقوم بسسس البشاميل خفيف جداً أو الرحل الآخر .. أن أسلق بسسسل الشرايح 1С لو أن لا يؤدي الشرائح لذنانيا بسسسس أوける يجب أن يصبح بسسس البشاميل خفيف جداً حسناً، لو أريد سوس البشاميلي تقيل أو لو أريد سوس البشاميلي تقيل وليس أريد أن أغير الطريقة يجب أن أسلق هذه الشرايحة نصف سلقة نعود الثاني هنا، نعطي تقليبة للزبدة لكي ساعتها تسيح أسرع وفي نفس الوقت نأتي هنا لللحمة المفرومة التي على النار نعطيها تقليبة كل اللحمة أصبح لونها واحد اللون الجري الذي نستطيعه نعمل ما بعد ذلك؟ نأخذ البصل، ننزل به هنا ونأخذ الرحان أنا أريد أن أشم المكونات لأننا متفقين أن التوابل المطحونة أو المجففة رحيتها تفيد بالوقت رحيتها تقل و تذهب بالوقت فأشمها لأتأكد الكميات التي تحتاجها إلى قد لأن لو رحيتها قوية و نفازة سأضع الكميات صغيرة لو رحيتها بدأت تضعف و تزوج الكميات حسنا، نعمل ما بعد ذلك؟ سأأتي هنا سأضع تقليبة سأضع اللحم المفرومة و يمكنني أن أضيف أنا لا أحتاج المعرقة الخشف لأنني أستخدمها في البداية لأنني أفرق اللحم المفرومة جيدة الآن سأضع سباتيولة سأضع السباتيولة سأضع بمعجون سلسة الطماطم سأضع تقليبة ثم سأضع عصير الطماطم سأضع تقليبة سأضعهم بولونيز خفيف عفواً تقيل يعني ما تقيل؟ يعني ليس سلسة كثير سأضع تقليبة يعني لا يبقى سائل قوي سأضع تقليبة على النار و سأضع هنا للبشامالد أضع الزبدة سأقلب الزبدة بالمضرب وأنا سأقلب الزبدة بالمضرب سأضع بالمضرب سأضعها لكم حالاً سأقلب الزبدة هل البشامالد الخفيف مقادير ومختلفة عن البشامالد التقيل؟ لا نفس المقادير كيف يبقى تقيل وخفيف؟ يبقى تقيل وخفيف من خلال فترة التسوية للبشامالد على النار سأضع الزبدة تظهروا أنا جهزت الرو جهزت الأساس بتاع البشامالد سأقوم بإيد الشمال سأضع اللبن وانزل بجزء وقلب وكذا بإيد الشمال بنزل اللبن وبإيد الشمال طبعاً لو أنتم تستخدموا إيد الشمال يبقى تعملوا العكس طبعاً لماذا أفعل ذلك؟ هذه أسهل طريقة لأننا نحصل على قوام بشامال حلو لو أضع اللبن كله مرة واحدة سأعرف قواني هيقرفني جداً في أن القوام يلف معي جيد ما يلف؟ يعني يمتازج جيد وميبقى فيه كلكيع من الدقيق والزبدة سأضع بس كده سباتولة ونزل الحاجات اللي على الجوانب نزل الدقيق والزبدة اللي على الجوانب ولازم نقلب بسرعة علشان يحصل إيه؟ علشان ما يلونش ممكن الزبدة والدقيق تحت في قاع الحالة يلسعوا وليس عايز ده يحصل طبعاً أنا بالسباتولة بس بشيل أي دقيق وزبدة لازقين تحت وأرجع ثاني بالمضرب أدي تقليبة أجد القوام تقل في إيدي أعمل إيه؟ أروح جاي باللبن ونزل بشوية من اللبن واستمر في التقليب وأنا بقلب أروح رايح الناحية التانية مقلب البولونيز اللي خلاص أصبح جاهز ومستعد هات كده أبو حميد هات كده صبر بصقه البولونيز كده خلاص جاهز هعمل إيه؟ أروح شايل البولونيز ده من العرنة شيله كده أحطه قدامي وفضل البشاميل أأتي هنا كده أدي التقليبة نحن نريد أن البشاميل خفيف يبقى يأخذ وقت أقل على النار ممكن أن نقله ناحية التانية هنا لكي يبقى أسرع النار دي أعلى أأتي هنا نطفي بقى العيون الأخرى لكي يحرارة عالية جدا يبقى التقليبة دلوقتي وقت إضافة رشة الملح ورشة الفلفل الأبيض أو الأسود أنا أضع فلفل الأسود عادي تقدروا تحطوا فلفل الأبيض لو أريد أن تحافظوا عيون البشاميل فاتح أكتر وبعد ذلك سأخذ أي شيء على الجوانب كده لزقة مش أريد حاجات لزقة أرجعتني للمضرب يلا بينا تقل بدأ يتقل سنزل بقى القوام بيبان بدأ يتقل أروح أعمل أروح نزل باللبن أحط خواس كمية اللبن كلها واجه هنا أروح أجيب جسد الطيب أروح نزل بيها ودي تقليبة كده قلب البشاميل وصل للقوام اللي نريد نضع البشاميل ونجهز نفسنا لرس اللازانيا فأنا سأقوم بيها خفيف البشاميل خفيف حتى يسوي اللازانيا كما قلنا سنأخذ طبقة الأول من البشاميل نضعها كده ونفردها كويس نفردها كويس في الإناء الإزاز الذي سنستخدمه نأخذ اللازانيا وحطها كده بالشكل ده نقرب دي كده منها كمان ونأخذ واحدة كمان بس قبل ما حطت واحدة كمان همتري بقى إيه أمشي كده على اللازانيا وحط عليها البشاميل ده اللي هيسويها انتفقين وقل زائل تانية كده واحدة كمان كده واحدة كمان هنا كده شوية كمان من الإيه من البشاميل خش يضغط عليها كده واحدة كمان كده حلو جده دلوقتي أقدر أخذ اللحم المفروم واروح جايب معلقة أو حاجة واروح نازل باللحم المفروم في النص كده وبظهر المعلقة هاروح فارد اللحم المفروم هنا حلو كلام جميل وبعدين هاروح جايب اللازانيا هنا ما حطتش ليه تحت بشاميل علشان اللحم المفرومة السائل بتاعها هيسوي فما عنديش مشكلة حلو جاي هنا كده هنبعدي كده سنة كده هيتم في الشوية وبعدين نقرح جايب البشاميل واندي كده هنا آخر طبقة من اللازاني حطتش وانزل كده بالجبنة فوق في جبنة رومي طبعا نحطينها نحطين كده ايه ميكس من الجبنة المختلفة في جبنة رومي فعاملة كده ايه الفلفل اللازوود اللي كان جواها عامل نقط سودة كده ما يدرش ابدا لو احنا منحب الجبنة رومي لو منحبش الجبنة رومي بحط بس متسرلة و جبنة شادر نحطين متسرلة و شادر و رومي دي مش الطريقة طبعا الكلاسيكية او التقليدية لللازانيا الإيطالية لك دي طريقتنا اللي احنا بنحب طعمها وقررنا نحنا نشاركها مع حضراتكم هنعمل دلوقتي نفتح الفرن وناخد اللازانيا نحطها في الفرن يلا بينا اه خطير رحيتها كمان خطيرة ننزل ديها هنا كده هتروح ايه؟ هتروحها بعيد خالص هتروحها بعيد خطير هتروحها بعيد خطير هتروحها بعيد خطير